السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام اقبال المسلمين على صلاة العيد هذا العام كان ملفتا للنظر طيب هل يهمنا هذا أم أنهم غثاء كغثاء السيل؟ لا يا كرام غثاء كغثاء السيل لا تقال عن المسلمين في هذه المواطن وهم يعظمون شعائر الله بحضور صلاة العيد بل كثرتهم هنا دليل الحياة التي بقيت تسري في جسد الأمة قال نبينا صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا نحن لا نقول أن كثرة المصلين دليل على أن حال الأمة على ما يرام ولكن نقول أنه دليل على بقاء الإسلام في النفوس على الرغم من الحرب الشريسة جدا عليه على كل الصعود تشوي في المسلسلات الرمضانية وحبس العلماء ومحطات ومنصات مدعومة لبث الشهوات والشبهات حرب لو سلطت على دين غير الإسلام فالظن أنه كان سيندثر من زمن المشاهد الجميلة لكثرة مصلي صلاة العيد تبعث الأمل أن الناس قريبون فدورك أنت يا من تحمل هم الإسلام أن تجتهد في تقريبهم أكثر المسلمون هم مادة الإسلام هم رأس ماله لن ينصر الدين بأناس من كوكب آخر فبث الاستبشار وارفع العزائم وأنهض الهمم وحارب اليأس والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صور بهيجة لهذا العيد من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي على الرغم من كل أنشطة ما يسمى بالترفيه وحفلات الفرق الكورية لكن الإسلام لم يطمس من النفوس حضور بهيج في المسجد الأقصى على الرغم من التضييق ومن أن لنا إخوانا لا زالوا يرقدون في المستشفيات من أثر المواجهات مع المحتل في مصر التي يعمل الإعلام فيها ليل نهار على تشويه الدين وتنفير الناس عنها ويغيب دعاتها عن الساحة ومع ذلك يتمسك الكثيرون بدينهم من مناطق السنة في إيران مثل مدينة زاهدان ولعلنا ننسى أن في إيران الملايين من أهل السنة من لبنان والتي فيها كثير من أهل الخير بخلاف ما يصوره الإعلام الذي يركز على جوانب الفساد من أفغانستان على الرغم من إرهاق الناس من آثار الاحتلال والفقر والجوع ووضع أمريكا يدها على أموالهم حضور بهيج في اليمن على الرغم مما يتعرض له اليمن من حرب ومجاعات من السويد وكأن الحمية تتحركت في نفوس المسلمين فيها بعد حوادث حرق المصاحف وإثارة قضية سحب أطفالهم من ألمانيا مع تأكيدنا على دعوة المسلمين لترك بلاد الغرب التي لا يؤمن فيها على أولادهم صور بهيجة من إثيوبيا لنا إخوة في مشارق الأرض ومغاربها لا نعلم عنهم الكثير من المغرب صور بهيجة وكذلك من الجزائر ما شاء الله من مالي التي احتلتها فرنسا طويلا وشنت عليها دولا أوروبية حربا من سنوات لكن لم يستطيعوا قمس معالم الإسلام فيها صور من إسطنبول في تركيا من الأردن أيضا من ليبيا وغيرها وغيرها فاللهم زد وبارك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ومكن لهم في الأرض وأنقذ بهم سائر الأمم